موسيقى لدينا الجد الأكبر يعني هناك أخرين سنبدأ من الجد الأكبر الرسول صلى الله عليه وسلم واسمه هاشن بن عبد المول هاشن بن عبد المول هاشن بن عبد المول تزوج سلمة دينتو عبد تزوج سلمة دينتو عبد ولديه عدة أولاد منهم سندكرني حية ورقية وصيفي وأسد وعبد المطلب ونضلة وأبو صيفي وشيفة وخالدة وطعيفة هدو هم أولاده سنركز نحن هنا على عبد المطلب طواء ابنه يعني ابنه هاشن زوجات عبد المطلب متعددة يعني ربما تزوج كل واحد حسب الظروف معينة المهم نحن سندكر زوجته فقط لديه تزوج ابنه بنت هاجر صافية بنت جندب هالة بنت وهيب فاطمة بنت عمرو ثم ابن تيلة بنت جندب ممنعة بنت عمرو هذه النسوة هم يعني زوجات عبد المطلب حسنا نحن في هذه الزوجة سنركز فقط على فاطمة بنت عمرو فاطمة بنت عمرو يعني زوجته عبد المطلب يعني تزوجها وولد منها عدة أولاد ذا قلنا أولادها هم أبو طالب بن عبد المطلب الزبير العباس الحارث حمزة صفية أبو لاهب عذكا الغيدق وعبد الله له أولاد أيضا آخرين ومنهم قتماء والمقوم وضرار وعد الكعبة وحجل وصفار وعوف وأميمة أرضى ضرى أم حكيم نعم نحن هنا سنركز على عبد الله أن عبد الله هنا تزوج بفتاة اسمها آمنة آمنة بنت وهب بنت وهب إذن هنا عبد الله هو أحد أبناء يعني عبد المطلب لأن عبد الله تزوج آمنة بنت وهب وولد معها الرسول صلى الله عليه وسلم نعم إذن هنا ولد محمد صلى الله عليه وسلم من أمه آمنة بنت وهب إذن أعمامه نعرفهم نعرف أن أعمامه هم الزبال والحارث والحمزة وأبو طالب والعرفات والعوام وكل هؤلاء ولكننا لا نعرف أخواله أرجو صلى الله عليه وسلم لديه فقط خال واحد اسمه عبد يغوت بن وهب ولديه خالتين فقط ولديه خالتين فقط وهم فاختة ولديه خالتين فاختة وهو الفريعة بنت وهب أما جده من أمه فهو وهب بنت عبد المناف وجدة من أمه هي برة بنت عبد العزم للرسول صلى الله عليه وسلم مرضيعتين المرضيعة الأولى التوابية والتوابية والتوابية والمرضيعة الثانية هي حليمة السادية هي المرضيعة الثانية لنقل السلام نحن الآن نعرف الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أعمانه وأخواله وأيضا ماذا نعرف عن زواجة الرسول صلى الله عليه وسلم لزواجة الرسول صلى الله عليه وسلم عدة زواجات لكنه لم يريد سوى من اثنان من هم هذا زواجة ماريات القبضية زواجة خادجة بنت خويت وسودة بنت زمعة عائشة بنت أبي بكر حاصة بنت عمر المخطب ثم زينب بنت خزينيا أم سلامة زينب بنت جحش جويريا بنت الحارث أم حبيبة صفية بنت حذي ميمونة بنت الحارث لكنه لم يكن له أطفل إلا من ماريا القبضية التي ولدت له إبراهيم ومات وهو في طمائة عشر شهر عجل ما زاد صغيرا صغيرا ولديه خادجة بنت خويت التي ولد معه يعني أكبر عدد من الأولاد ولكن خادجة بنت خويت الرسول يعتبر الزوجة الثالث له يعني هي مطلقة توفيها رجلها يعني زوجها الأول توفيها زوجها الأول الذي كان اسمه أبو هالة بن زررة كانت قد ولدت منه هند وهالة يعني وتوفيها ثم تزوجت عتيق من عائد المخزوني وتزوجت بعتيق من عائد المخزوني ثم تطلقها بعد ذلك تزوجت الرسول صلى الله عليه وسلم ولدت معه عبد الله والقاسم وزينب ورقية وأم كلتوم وفاطيما لنتعرف على الناس أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم لدينا مثلا زين قلنا إبراهيم قلنا إبراهيم عبد الله والقاسم ماتوا ومصرار ثم لدينا زينب زينب تزوجت بأبو العاص وولدت معه عالي بن أبي العاص وأمامة بنت أبي العاص ثم لدينا ابنته الثانية هي رقية رقية تزوجت بي عثمان بن عفان بعد تطليقها من عتبة ابن أبي العاص حيث أجبره والده على تطليقها كذلك أختها تطلقت من عتيبة وهو ابن آخر لأبي العاص أجبره كذلك أبوه على تطليقها ثم زوجه أيضا الرسول من عثمان بن عفان لذلك يطلق عليه دين نورين لعمة وتزوجة بنتين من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لدينا فاطمة إذن فاطمة تزوجت بابن عميها علي بن أبي طالب ثم ولدت معه الحسن والمحسين وأيضا من بناتها زينب وأم كتب ثم تزوجت بابن عميها لأن هذه هي حياة الرسول من الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله